بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع Practice Exercise واللي من خلاله ان شاء الله هنعمل التمرين كامل على CNC Turning Center عن طريق ان انا بعمل ايه الرف and finishing turning site فلو قرأنا بنقول The part shown in the figure below has been turned use the rough and finish turning cycle to write انا عايز اعمل ايه rough finish turning cycle to write a CNC program for machining the part الحقيقة انه لابد انك تضع في اعتبارك لما تيدي تعمل اي program على CNC Turning Center انك تقرأ الرسم قراءة جيدة حتى تستطيع انك تعمل البرنامج بنجاح لو قرأنا الرسم اللي قدامنا وانا بعمل على وانا بعمل ايه اعملت مستويات قطع مختلفة فلو جينا نشوف الابعاد اللي موجودة قدامنا فلاقينا انه بدأ الرو متيريال بتاعته كانت بواحد انش ثم بعد كده الاخطار اللي عندي ادي رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة دول الست مستويات اللي هو عمل عليهم عمليات القطع يبقى ايثن بدي اني بدأ انا محتاج اني انا اعرف الـ X و Z ان انا اشغل على التعنيج سنتر فكل اللي انا بعمله ان انا بعرف ان انا عندي 2 أكسيز اللي هما الـ X و Z عايز اعرف الـ X و Z لكل مستوى من هذه المستويات نقطة البداية لهذا المستوى ونقطة النهاية لهذا المستوى فلو جينا نشوف البداية فين البداية بتاعت هذا الـ الـ ونبدأ الشغل منيه لابد ان انا يكون عندي الـ الـ ونبدأ الـ ونبدأ الـ ونبدأ الـ ونبدأ الـ ونبدأ الـ وصلت الى النقطة 0 و 0 في ونبدأ الـ وجدت اني انا عايز اعمل الـ الـ عشان تعمل الـ لازم يكون عندي الكود اللي هعمل بيه الـ ونبدأ الـ ونبدأ الـ ور اللي هعمل بيه هذا الـ الـ ونبدأ 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 الـ يبدأ الـ نبدأ انه Bryan أصدق acetit ونقدر الـ إلى فإذا كل هذه المقاطع دائرية فمحتاج أعرف X يعني أن الديمتر عند هذه النقطة الديمتر دا كان قد إيه الديمتر دا كان قد إيه وأعرف المسافة اللي أنا مشيتها في Z نلاحظ حاجة هنا أني أنا هعرف الديمتر دا بقد إيه فموجود مثلا بقوبين 5 اللي أبعد من الإنش وهنا المسافة اللي هي بالZ أنا ما جيت قلت X قلت بقوبين 5 طيب لم يجي أقولي Z دا أولا بإيه؟ قال لي لا أنت هنا الزد أنت ماشي بيها إزاي تورد دي تشاك يبقى أنا ماشي كله دي قيمة الزد هتبقى إيه؟ زد بإيه؟ بإيه الماينس يبقى كل الزد اللي عندي هنا في هذا الإكسرسايز هتبقى بإيه؟ بإيه الماينس خلاص لي لأن أنا إيه ماشي تورد دي تشاك طيب إيه اللي مفروض أعرفه تاني قال لي أنت عندك بعد كده جاي على بيفل البيفل دا مش أقولي عليه بيقولي بيقولي عايز أعمل بيفل البيفل دا البيفل دي بتمثل إيه؟ قال لي هنا إيه؟ شو بقى الخطة اللي أنا هعمله هنا دا أهو؟ هادي دا المسافة اللي هي إيه؟ من هنا إلى هنا ضحة يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ أنا همشي المسافة من هنا إلى هنا هي دي إيه؟ المسافة اللي هي إيه؟ بتاعة البيفل البيفل هي بـ 0.06 المسافة هنا وهنا يبقى أنا المطلوب إن أنا أعرف الـ small عشان أعمل البيفل أعرف إن ما هو الـ diameter small diameter وما هو الـ large diameter بتاع البيفل طب هنا هنعرف الـ small diameter إزاي؟ هتقول لي ده مديني O.25 ما خلاص محنا هون؟ وضحنا دي إن دي هم مديني الـ large متر بـ O.7 وعندي هنا لما أخذ إيه؟ line دا والـ line دا بقى إيه؟ حددت الـ small diameter بعبارة عن O.7 minus O.120 يبقى إذن الـ small diameter يبقى بـ O.5.8 والمسافة الزد اللي همشيها اللي هي بـ O.6 يبقى بكده خلصنا الـ البيفل بعد كده عندي يبقى إذن اللي أنا عايز أوصل له لكن أنا كان عندي مستويات زي هؤ دي المستوى ده 1 2 3 4 5 وده إيه؟ 6 6 6 7 7 9 10 12 12 12 13 13 14 14 14 14 18 16 18 17 17 19 18 شكرا